حبت غياب العدالة والإفلات من العقاب وما رفقه من فشل للمنظومة الدولية في اتخاذ ما يلزم من خطوات لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال لقد قدمت دولة فلسطين اليوم أمام قضاة المحكمة والعالم كل الدلائل والحقائق القانونية بأن هذا النظام الاستعماري برمته غير قانوني ويجب أن ينتهي فورا ودون قيد أو شرط ونحن على قناعة بأن المحكمة لن تحيط عن السوابق والممارسات السابقة القانونية ومخرجاتها السابقة وستعتمد على حجاجنا القانونية الشاملة والمقنعة وسنشهد إياكم مخرجات تاريخية إنما قدمناه يعالج كل جوانب القضية الفلسطينية وبعادها القانونية والانتهاكات المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وجرائم الاحتلال طويلة الأمد باعتباره جذر المشاكل كافة بما فيها حرمان شعبنا من حقوقه وتعميق الضم والاستطان وجرائم المستوطنين ومحاولات تغيير واقع ومكانة منذ القدس وترسيخ منظومة الأبرتايد التي يجب تفتيتها إن المستقبل وجود الشعب الفلسطيني على المحق وهو يعاني من حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والتي يتم تنفيذها بقوة وقسوة صادمة وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويجب أن لا يسمح لإسرائيل بمواصلة احتلالها وخططها غير المشروع لإنهاء الوجود الفلسطيني واليوم يترافق عدد غير مسبوق من الدول والمجموعات الإقليمية من أجل العدالة والسلام وإذا أعلنت المحكمة أن هذا الاحتلال غير قانوني كما نتوقع سيكون لزاما على الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال بشكل كامل وفاري وغير مشروع وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابل للتصرف في تقرير الوسير والاستقلال الوطني والعودة للاجئين العدالة يجب أن تسود وسنعمل بلا كلل لتحقيق ذلك ننع على قناعة أن دولة فلسطين وشعبها ليس وحدهما في هذه المسيرة من أجل العدالة والإجراءات في محكمة العدالة الدولية التي بدأت اليوم تظهر بذلك بوضوح ولا يوجد أي مبرر أو عذر لاستمرار الاستعمار والفصل العنصري والاتهاد الإسرائيلي للشعب الفلسطيني أنهم يهددون وينتهكون إنسانيتنا المشتركة وعلينا أن نوقفهم اليوم يشهد بداية إجراء تاريخي في محكمة العدالة الدولية حيث أن دولة إسرائيل وهذا النظام العنصري سوف ينهار ليس فقط هذا الفصل العنصري لكن أيضا الاستعمار والملاحقة التي تحدث بشكل بالغ على الشعب الفلسطيني عدد غير مصبوك من الدول تشارك في هذه المحاكمة تصمدون مع الحق والعدل